السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبة عاملين ايه طبعا كده حب اشكركم جميعا وحب اشكر كل اخوتي وصحابي وزميلي اللي سألوا علي على الخاص وقالوا لألف سلامة طبعا ربنا يخليكم كده لي ويدمكم النعمة في حياتي يا رب والحمد لله انا بقيت كويسة وبقيت احسن بكتير الحمد لله فمن الفيديو ده بقى حبي نعمل مع بعض كده الحمام الكذاب طبعا لو انتوا فاكرين تدبلات رمضان اللي انا كنت عملتها معاكو كنت عاملة معاكو الحمام الكذاب بس ربنا ما امرش ان انا انزله معاكو في رمضان فالنهارده حبيت بقى اسجله وانزله معاكو النهارده طبعا ابتدت كده اللي وراجب بتاعتي طلعتها فكت احنا كنا متدبلينها مع بعض يوم من حلقة التدبلات واسب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف طبعا التدبلة سهلة خالص ملح وفلفل وكركم مكاري بس نص معلقة من كل حاجة وبتدبلهم وعينهم في الفريزر على كده بطلع بقى جاهز الخلطة الرز على طول ونحشي ونجهز نيجي مع بعض كده نعمل خلطة الرز طبعا مفيش اسهل منها وكمان انا عملت الحمام على القناة بكم طريقة او كم خلطة تقدر يتنفيذي اي طريقة الرز تحبيها في الخطوة دي طبعا اي خلطة هتحبيها هتنفيذيها بيها هتلاقي الحمام بتاعنا كالدب ده جميل جدا وما يفرقش عن الحمام التاني كتير جيت هنا كده الاول وجبت بصلايا كبيرة في معلقة ثمنة ومعلقة زيت وبتديت خرطها كده تتبل بس شوية تتبل يعني يا دوبك البصلايا يبتدي لونها يشف شوية خلاص اول ما لونها شاف نزلت عليها بكمية الرز اللي معايا طبعا انت بتعمله الرز على حسب الكمية اللي انت عايزاها طبعا نعمل كمية حوالي كيلو رز طبعا لان انا بحب نغرفه كده جنب الاكل يعني مش اللي هو نحشي به خلاص حتى لو انا عامل حمام التاني مش الحمام الكابداء خلاص كده نزلت بالرز بتاع غسلته وشوحته كده في البصلايا خمسة وجيت هنا حطيت عليه معلقة كبيرة من النعناع وفرقتها كده باديا طبعا انا بجيب النعناع وباخده كده زي من كون بنقطة في الملوخية بالضبط وبستنى عليه ينشف كده بسيبه في الهوى يومين وبينشفه وبيبقى معايا جاهز بقى النعناع باستخدمه كده على طول في اي حاجة انا بحبها طبعا حطيت كمية الرز بتاعتي ودفت عليها كمية من المية طبعا نعرف ازاي ان الرز بتاعنا ياخد كمية مية قد ايه حوالي كده يعني عقلة صابع مثلا زيادة عن الرز ولو احتاجنا او الرز بتاعنا كان بيشرب كمية مية اكبر هنرجع تاني وندف له كمية مية بس بعد ما يغلي وحس ان المية اللي فيه قلت خالص لو حسيت ان الحبيت الرز لسه مستواتش هضيف كمية من المية خلاص الرز بتاع تشرب وزبط وفاضل عليه شوية هد عليه هرجع تاني اغطي واسيبه بقوط النار خالص دلوقتي يا دوبك اول غالية كده او غلي شوية صغيرين خالص يعني يا دوبك المية اللي انا حطيتها اتشربت قبل ما بوطع لي واسيبه استوي شلت كمية اللي انا هحشي بيها وسبت طبعا بقيت الرز بتاعي استوي لان ده هيتغير في جنب الاكل دلوقتي خدت مقدار اربع معالي كبار كده شايفين بقى النار بوريكو هنا النار وطي خالص خالص يعني ازلنا هطفي طبعا دي التوطية الاخيرة للرز سواء بنعمل رز ابيض سواء بنعمل رز بشعرية او رز حمام اي رز بنعمله بنعمله بنفس الطريقة بس بتفرق معانا احنا هناخد رز الحمام بناخده وهو سواء خمسين في المية ما باستناش علي استوي خالص طبعا كل حمامية او كل ورقة من ده ياخد معلقة كبيرة يعني معلقة كبيرة بس مش مليان او ابتدت بقى جبته كده ممكن هنا نعمله بالخلة زي ما انا كنت جايبها كده اوريكو بس انا مكنتش هعمل بيها طبعا الخلة الصغيرة اللي هي بتبقى الصغيرة اللي بنجيبها من الصيدلية دي ممكن ندبس بيها كده ونحطه في صانية وخلاص وننسويه على كده وطبعا فيه طريقة تانية بقى يعني بتدييني نتيجة افضل ان انا اجيب ورقة زبدة زي ما انا عملت كده وابتدي الف عليه بالراحة كده شايفين وخلاص كده نجيب بقى كمان ورقة ألمونيوم ونلف فيها كويس جدا بحيس نخلي الورك بتاعنا او الحمامة بتاعتنا بقى تبقى متماسكة وما يخرجش منها اي كمية رز ويتبقى يعني شايفين شكلها تبقى حلوة في النهاية وملمومة كده ومسكة نفسها خلاص طبعا طريقة السوى سهلة جدا ابتدي الرز تبقى كل الكمية اللي معايا اي كمية عندك تقدر تعمليها بنفس الطريقة سواء كمية اكبر براحتك خالص اللي موجود عندك تقدر تنفيذيها خلاص وطبعا طريقة ان احنا نخلي العظمية بتاعته سهلة جدا مش صعبة خالص تقدر تنفيذيها وطبعا الفيديو اللي انا هسيبه لكم في صندوق الوصف هيسهل عليك حاجات كتير وهيسهل عليك اصلا ازاي ترتب وقتك من ناحية ان انت تعملي تفرزات في رمضان او تفرزات في ايامنا العادية تساعدنا في حياتنا يعني اي يوم كده جايين من الشغل او جايين من مكان ما بقى عنده دكتور او اي حاجة بتصادف معنا كتير وبنبقى جايين مستعجلين ومحتاجين حاجات تخلص كده الوقت او تنجز معنا ففي الوقت ده طبعا التفرزات دي هتساعد عليك كتير خلاص انا كده خلصتي اتنين هبتدي بقى اعمل كل اللي وراك كل معايا بنفس الطريقة طبعا جبت صانية على قد الكمية اللي عندك هتعملي بنفس الشكل ده وهنرسوهم في الصانية اللي معانا خلاص هنخلص بقى كل الكمية دي وهقولك ازاي هتساويه وهياخد معانا مدة قد ايه بالزبط للسوى ما شاء الله يعني الطعم وكمان شكله حلو واحنا حياتنا طبعا محتاجة التغيير والتفكير كل يوم فلازم نغير كده وندور على حاجات او اكلات جديدة نغير بيها يومنا ونغير بيها مودنا مش لازم كل يوم نعمل نفس الاكل بنفس الشكل والحاجات التقليدية اللي احنا متعودين عليها لازم كده طول ما احنا عايشين ندور ونفكر ونغير يعني هي حياتنا اليومية محتاجة كده خلاص كده انا خلصت بقى كل الكمية اللي معايا 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 شغير واحدة هعملها برضو بنفس الطريقة طبعا هقفل عليها هشد الجلد كده على بعضه وخلاص اجيب ورقة الزبدة وحطها وورق الالمونيوم وخلاص على كده يبقى انا خلصتهم نيجي بقى للسوى كمعايا كمية من المية طبعا مية من الحنفية مش سخنة مية من الحنفية عادي حطيت نص يعني بخبية نص الورك بالزبط لو خدتوا بالكم طبعا حطيت انا نقطة خل عشان الصينية بتاعتي ما تزرقش تخلي هنا مالوش علاقة خالص بتسوا اللي له علاقة هنا بقى ان انا حطيت حوالي معلقة مالح بفلفل وكمان شوية من الورق اللورة والحبهان انا اصطحناهم على بعض فبحط شوية منهم طبعا لو عندنا الورق الصحيح نحط ورقة حبهان ورقة لورة ووحدة حبهان ونولع عليهم بقى ياخدوا معايا حوالي 30 دقيقة لخمسة و30 دقيقة ممكن طبعا احنا هنحط كمية المية ونغطي عليها كده اول عشر دقيقة على النار عليها وبعدين هنوطي على الوسط ونسيبها بقى لحد ما كمية المية اللي انا حطيتها الارضي بتاعي كمان استوى وبقى جميل ومفلفل ازاي ما شاء الله شايفين بقى الرز يعني يعني مفهوش غلطة ولا هو معجن ولا هو ناي وسوى 100% مظبوط 100% طبعا طريقة الرز دي لاي رز تقدروا تعتمديها مش رز حمام بس نغير بقى طبعا النعناع ونعمل شعرية المهمة كمية المية بتاعتك ما تزيتش خلاص كده الاستوى معايا هو شايفين بقى شكله مفيش ولا كمية مية في التصى بتاعتي طبعا احنا قفلنا عليه كويس جدا بحيث برضو كمية البخار بتاعتي ما تتبخرش كلها ويبقى ما استوىش معايا يعني لازم نحكم الغطب بتاعنا كده نحكمه كويس بحيث يعني استوى معايا على طول خلاص بقى نجي بقى للخطوة اللي بعد كده طبعا وهبتدي افك بقى الورق اللي بتاع اللي انا حطيته عليها وهجيب صانية تانية كده هنعمل خطوة مهمة ولازم هنا نعملها شايفين بقى خلاص هو ماسكه جميل ازاي يعني هو متماسك وخلاص يعني بقى الفه انا وصحة رحته هنا قلب المكان اتمنى طبعا انتوا تجربوا بنفس الطريقة دي وتقولوا لي رأيكو فيه خلاص كده جبت بقى للحاجة اللي انا هدخلها الفرن ودهنتها دهنة من السمنة طبعا الخطوة دي حلوة قوي وبتسهل عليا يعني ان انا بقى احطه في الزيت وبعدين ممكن يوقع مننا رز ويبهدل الدنيا ويترتش وكمنها يشرب كمية من الزيوت فانا ما بحبش صراحة استخدم الزيت كتير يعني بسيبه كده الحاجات معينة فخلاص بقى جيت هنا ودهنت الصانية بتاعت السمنة وبتديتها رص كل كمية اللي معايا فاتصل معانا كده طبعا هو لسه سخن يعني انا جبته كده من عنار وبتديت فتكته من الرول بتاعه او الورق اللي انا لفاه فيه وحطته كده جيت بقى جيب كمان معلقة السمنة بتاعتي تبقى متعاصة سمنة حاجة بسيطة خالص وهو سخن فطبعا انا بمشي كتعة السمنة كده فبتسيح عليها يعني ما بحسبش سمنة كتير يا دوبك بس بخليها تلمع بحيث اول ما دخل الفرن ياخد اللون بتاعي اللي انا عايزاه من كل الجوانب خلاص انا هاخده بقى كده وهدخله الفرن طبعا انا هولع الشواية بس مش هولع عليه من تحت بس طبعا هتطر كل شوية طلعه والفه ودخله تاني هنا تقدري لو الفرن بيولع من فوق ومن تحت تقدري تولعيهم الاتنين وتحطيهم بس الموضوع مش مستهل وكمان الكمية مش مستهل فانا بولع من فوق بس وابتدي كل شوية ألفه زي ما انا بعمل كده بيديني نفس النتيجة وباخد اللون والحرمشة الحلوة اللي بتبقى في الوراق او في اللحوم عم تاني ما بنحمرها كده خلاص اخده بقى وقدمه بالشكل اللي انا حباه طبعا الرز بتاعنا استوى اللي نقدر نقدمه كده مع الرز وشوية صلطة وخلاص ونفع طبعا نعمل جنبه اي حاجة احنا حبنا يعني هو وشوية الرز الوحده ومش محتاجين اي حاجة تاني طبعا هبتدي قدمه بقى بالمنظر ده نقدر على فكرة نقطعه كده زي الترانشات او حلقات ونحطه كده في طبع لوحده لو حبين بس طبعا يكون يفضل كده ان احنا نقدمه كده على كده على بعضها بالشكل ده يكون شكله احلى وجد بقى الرز بتاع اللي احنا عاملينه بقى بالنعناع يعني ما شاء الله بجد جبار اتمنى ان انتم تجربوه حتى لو مش هتعمله حمام الرز ده ينفع نعمله لوحده لوحده كده يعني هو طعمه لوحده يحسسنا ان احنا بنأكل حمام والرز ده معايا مرتبط بالحمام مهما ان عملته باي وصفة ممكن نعمله لوحده كده تكليمش هتشباعي منه خلاص كده عملنا شوية ملوخية خضرة بقى وبالفة هانا وصحة خلصنا يعني غدوة مختلفة وسهلة وكمانت عمها مميز اتمنى ان انتم تجربوها وتقولولي رأيكم فيها وطبعا كده اكون خلصت بقى فيديو النهار ده واشوفكم بقى فيديو جديد ويا رب ما تنسونيش فيه تعلاقاتكم الجميلة ولايكاتكم الجميلة وزي ما تعودت منكم كده على تشجيحكم لي يا ربنا يدمكم نعمة في حياتي يا رب وخلاص كده يعني خلصت الفيديو بتاعي هبتدي بقى قطع كده عمينة ووريكم شكلهم من جوة على فكرة متماسك ورحت ومجميلة جدا خلاص بألفة هانا وصحة كده لكل اللي الكل وكل اللي هيجرب الوصفة الجميلة دي واتمنى طبعا اعرف رأيكم وفي الوصفة بتاعتي من تعليقاتكم الجميلة وخلاص كده الفيديو بتاعي يكون خلص واشوفكم بقى فيديو جديد ومعالف السلام